السلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل أدعي وإذكار تعليف الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن يحفظه الله من عداب الدعاء عدم استعجال الإجابة من عداب الدعاء العظيمة أن لا يستعجل الدعاء ويستطيع الإجابة يتحسن ويمل ويترك الدعاء ويقع في اليأس من روح الله والقنوط من رحمته وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استعجال الدعاء وأن ذلك من موانع إجابته وأسباب عدم قبوله وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يستجاب لأحدكم ما لم يعجب يقول دعوت ولم يستجب لي وفي لب عند مسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو خطاعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عن ذلك يعني تصيبه الحسرة يعني يستحسر تصيبه الحسرة نعم قال ابن حجر رحمه الله ابن حجر رحمه الله ابن حجر رحمه الله وفي هذا الحديث أدب من أدب الدعاء وهو أنه يلاذب الدعاء ولا يأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام بظهار الافتقار حتى قال بعض السلف لأنا أشد خشية من أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة قال الداودي يخشى على من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام مقامها من الادخال والتكفير ونقل عن ابن البطال أنه قال في شرح الحديث المعنى أنه يسعم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه أو أنه يأتي من الدعاء ما لم يستحق به الإجابة فيصير كالمقخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه الدعاء إن من الواجب على من أراد أن يحقق الله رجائه ويجب دعاءه أن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة عظيم الثقة بالله ويجب الرجاء فيما عنده قال ابن الرجب رحمه الله ومن أعظم شرائطه أي الدعاء ودور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى كما خرج التلمزي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إن الله لا يقبل دعاء قلب من قلب قافل لاهر في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض إذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب لا قافل ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه اللهم اخفر لي إن شئ ولكن يعزم المسألة فإن الله لا مكره له نهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة وجوع لذلك من موانع الإجابة حتى لا يخطع رجاءه لإجابة دعائه لو طالت المدة فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء فما دام العبد يلحه في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير خطر الرجاء فهو قريب من الإجابة ومن أدمن قرع الأبواب يشك ويفتح له وكيف لا يكون المسلم واثق بربه والأمور كلها كلها بيده سبحانه وتعالى ومعقودة بخضائه وقدر فما شاء الله كان فما شاء الله كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير الزيادة ولا نقصاد ولا تقدم ولا تقدم ولا تأخذ وحكمه سبحانه نافذ بالسماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أزائي العالم ضراته يخلبها ويسلفها ويحدث فيها ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد أحاط الله أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل الشيء عدده وسع كل شيء الرحمة وحكمه له الخلق والأمر وله الملك والحمد وله الدنيا والآخرة وله النعمة والفضل وله الثناء الحسن شملت قدرته كل شيء وسعت رحمته كل شيء يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شاء لا يتعظمه زنب أن يغفره ولا حالة يسألها أن يعطيها ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه إنسهم وجنهم حيهم وبييتهم صغيرهم وكبيرهم وطبهم ينابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه وأعطى كل واحد منهم سؤلة ما نخص ذلك مما عنده مثقال دمر إنما أمره إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون لهذا وإن مما يتنافى مع تمام الإيمان به وكمال توحيده سبحانه أن يدعو العبد وهو غير حازم في مسألته أن يقول في دعائه اللهم ارحمني إن شاء اللهم اغفر لي إن شاء اللهم وفقني إن شاء نحو ذلك لما في ذلك الخول من إيهام الاستغناء عن الله وعدم الثقة فيما عنده ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شاء اللهم ارحمني إن شاء ولكن ليعزم المسألة وتعظم الرغبة وإن الله كعالى لا يتعظمه شيء نعطاه هذا لفظه مسلم وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم من الدعاء ولا يقول اللهم شيء نعطني فإن الله لا مستكرف على وقد أورد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالعاب رحمه الله هذا الحديث في كتاب التوحيد وترجم له بقوله باب قول اللهم اغفر لي شيء وهو رحمه الله منبه بهذه الترجمة إلى أن عدم العزم في دعاء وتعليقه بالماشية مما يتنافى مع التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم لأن قوله قال اللهم كله من شيء يدل على فتور في الرغبة وقلة الاهتمام في الطلب وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب من حصل وإلا استغنى عنه وإلا استغنى عنه ومن كان هذا حاله لم يتحق منه الافتقال والاضطرار الذي هو روح العبادة واللبة وكان ذلك دليلًا على قلة معرفته بدنوبه وسوء عقبتها وقلة معرفته برحمة ربه وشدة اهتياجه إليه وضعف وضعف يقينه بالله عز وجل وعجابته لدعاء ولهذا في الحديث وليعزم المسألة أي ليزم في طلبه ويحقق رقبته فيتيقن الإجابة فإن رئيس فإنه إذا فعل ذلك فدل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه وعلى أنه محتاج إلى الله مفتقر 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 إليه لا يستغنى عن مغفرته عن مغفرته ورحمته طرفة عين ولهذا فأن الواجب على المسلم إذا دع الله أن يشتهد ويلح في الدعاء ولا يقول إن شئت تستثني بل يدعو دعاء البائس الفقير بإلحاء وصدق وجد واجتهاد مع الثقر الكامل بالله والطمع فيما عنده وحسن الظن به سبحانه وهو جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي وانا معه حين يذكر إخرجه البخاري ومسلم في صحيح وإن نسأل الله الكريم أن يزدخنا حسن الظن به وعظيم السقة فيما عنده وأن يوفقنا لكل خير يحبه في الله الدنيا والآخرة وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة والسلام ألا تماني الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم يا معلم آدم علمنا اللهم يا مفاهم سليم ما نفاهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين في هذا الباب أيها الكرام الفضلاء وهو مقصود هذه الترجمة أن على الإنسان أن لا يستعجل الإجابة وهذا يحدث من كثير من الناس أنه يدعو الله تبارك وتعالى بدعاء ثم بعد ذلك يستعجل هذه الإجابة يعني بمعنى أنه يستبطئها فينصرف بذلك عن الدعاء وبذلك يكون قد بليس قد فاذ وظفر منه بمقصوده وهو أن يصرفه عن الدعاء وما علم العبد أنه في دعائه إلى الرب تبارك وتعالى هو بثلاث أمور ومقاصد ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام إما أن يعدل له الإجابة في الدنيا وإما أن يدخرها عنده في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها فهذه خيارات جميلة وكلها خير إن عجل لك مقصودك في الدنيا خير وإن بقي إلى الآخرة فهو خير فوق خير وإن صرف عنك من السوء مثله وزيادة فهو خير فوق خير فوق خير الحاصل أيها الكرام بالفضلاء أن الإنسان عليه أن لا يستعجل الدعاء وأن لا يستبطئ الإجابة فيستحسر بذلك ويذهب عنه هذا المقصود هذا المقصود العظيم وعليه أن يعلم أن من موانع الإجابة وأسباب عدم قبول الإجابة الاستعجال في الدعاء هكذا الناس يقولون دعون فلم نرى الإجابة نقول إن استعجالك هو الذي منع الإجابة نعيد يقول دعوت فلم أرى إجابة نقول إن استعجالك هو الذي منع ها منع عنك الإجابة والحديث والدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح يستجاب لأحدكم ما لم يعجل وكلمة لأحدكم نكرة مضافة يدخل فيها الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد إلى غير ذلك ولما قال ما لم يعجل دل أن هذا هو الشرط وهذا هو جوابه أن العجلة تمنع الإجابة تمنع الإجابة ثم فصل بعد إجمال فبين بجملة مقول القول يقول دعوت فلم يستجب لي يعني هذا هو السبب ما هو طيب ما معنى العجلة هنا يقول دعوت فلم يستجب لي وهذا إما أن يقولها بلسان الحال أو بلسان المقال وإما يقولها بينه وبين نفسه أو بينه وبين الآخرين وهو منهي عن ذلك جميعا أيها الكرام الفضلاء ثم بعد ذلك أيها الكرام الفضلاء من أيضا من الآداب التي ينبغي أن تكون في الدعاء أنه يدعو بعدم قطيعة الرحم والإثم قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم لا يستال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم يعني الناس الذين يدعون بقطيعة الأرحام ويدعون بفعل الآثام فإن هؤلاء يعد دعاؤهم من الدعاء المردود ويعد فعلهم من الاعتداء في الدعاء وأيضا من الأمور المهمة التي يقع عند كثير من الناس إما على سبيل اللمم من القول أنه يأتي إليك يقول لك الله يزوجك إن شاء الله الله يغفر لك إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله كل هذه من المناه اللفظية التي جاء الشارع بمنعها قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم لا يقول لا يقول لا يقول أحدكم مسن الظن بمسلم بالله تبارك ومسلم قال الله الله عز وجل عند حسن الظن وإن أسأت الظن به عياذا بالله كنت عند ذلك السوء من الظن ولذلك الله عز وجل يحذر الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما هذا أيها الكرام الفضلاء ما كان من هذه الفوائد في هذا الباب من أداب الدعاء ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على دعائه حسن الدعاء وأن يستجيب لنا وأن ينجينا من موانع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رزاق الله خير رزاق الله خير